اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملاحقة الكلاب يعني انا بجري في الحلم والكلاب بتجري ورايا وهم بعيد عني ولهم بيقربوا ولهم مثلا بيبعدوا نفس المحافظة على نفس المسافة دي اسمها ملاحقة الكلاب لكن هجوم الكلاب نفسها بقى دي بتتطرق ان ممكن يكون فيه عض من الكلاب في المنام فيه ازية من الكلاب في المنام فما معنى هذه الرؤية رؤية هجوم الكلاب او هجوم الكلب ومن ثم عضة الكلب في المنام تدل على الخسارة المالية وربما تكون الازية بصفة عامة وكل شخص بترجع على حسب حالته يعني من الممكن الازية لشخص تكون في مال لشخص اخر تكون الازية في الزوجة في شخص اخر تكون الازية في العمل او الوظيفة والمرأة كذلك طيب رؤية اللعب مع الكلاب في المنام مش هجومبه ولا ملاحقة ولا فيه ازية قول ان انا بلعب مع الكلاب يعني الشعور بعدم الخوف فرؤية اللعب مع الكلاب وفي نفس الوقت في المنام حاسس بالشعور بالفرح والسعادة هذه الرؤية محمودة تدل على الامن من الاعداء وتدل احيانا على السفر وتدل احيانا على السعادة بصفة عامة وتدل على الخير وربما منفعة قادمة الي في الطريق ان شاء الله طبعا انا عارف ان في بعض الناس وده بطبيعة الحال لازم يكونوا موجودين الناس اللي بتجادل لمجرد المجدلة بتجادل لان الكلام مش داخل دماغها فالناس دي بنقول لهم يعني براح علينا وهدو كلامي مش عجبك اتكل على الله ودور على حد كلامه يعجبك لكن انا ما اتكلم بشيء من عندي وانما هو من كلام العلماء انا انقل لكم كلام العلماء رؤية صيد الكلاب في المنام شفت في المنام ان انا بسطاد الكلاب هذه الرؤية محمودة تدل على الترقي في المناصب او في العمل اخر رؤية معنا وهي رؤية الكلب يدافع عنك شفت في المنام ان فيه ازية من شخص ما وفجأة لقيت كلب واقف يدافع عني في المنام هذه الرؤية تدل على وجود اشخاص مقربة منك تدافع عنك اذا وقعت في مشكلة بصفة ممكن تكون مستمرة او غير مستمرة او على حين غفلة ستجد من يدافع عنك دي كانت بعض الرؤى الخاصة بقضية الكلاب تجري خلفي او ملاحقة الكلاب انتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته